الطاقات اللي عم تواجهك هذا الشهر يا برج الاسد ميزان جوزاء طاقات نارية طاقات هوائية ممكن مائية شوي عم بشوفك في النصف الاول من الشهر عم تكون محمل كتير بالمسئوليات ممكن في العمل عم بتتحمل او بالحياة الاجتماعية العادية عم تتحمل كتير كتير مسئوليات امور كتير حاطتها حمول فوق ظهرك عم تتطلع وتفكر بموضوع معين عم بيشكل لك كتير يعني زي ما قلتلك حمول حاسس انه حمول الدنيا كلاتها على ظهرك بسبب هذا الموضوع عم تتطلع عليه وكأنه خلص راح من ايدك او فرصة راحت عليك عم بتفكر طول الوقت باول اسبوعين خلينا نقول بهذا الموضوع عم بشوف فيه سفر لكتير من الناس اللي من برج الاسد او للناس اللي مقدمة فعلا على عمل او على هجرة عم بشوف فيه سفر فيه سفر بعيد كمان مش قريب او هي محاولة منك للابتعاد عم بشوف فيه شخص يا برج الاسد ممكن يكون ناري زيك هذا الشخص عم بيرائبك بطريقة فضيعة ممكن على فكرة يكون كمان هوائي هذا الشخص بيحبك كتير وانت بتحبه كتير كتير شوف انا عم بشوف انت بترائبه كتير وهو عم بيرائبك كتير ولكن انت متخوف جدا من هذا الشخص من بعد يمكن الظلم الحقه فيك من بعد موضوع معين سبب لك ألم كبير من هذا الشخص عم بتكون متخوف عم بتراقب من بعيد اوكي فيه حب كبير اوكي لكن عم بتكون متخوف جدا من هذا الشخص ولكن انا شايف الحب بينتصر في النهاية على فكرة ممكن يكون حب في العمل للناس اللي بيشتغلوا ممكن يكون هذا حب في العمل عم بتكون علاقة فعلا جدية وعم بيكون فعلا حب حقيقي فيعني وراء حلو طلعلك هي مع انه ما فتحنا على عطفة احنا فتحنا بشكل عام ولكن شايفيتك شايفيتك في محكمة يا شايفيتك ما بعرف عم تدافع عن حالك هذا الموضوع رح يصير على خير فيه فيه مساءلات قانونية او أوراق قانونية فيه محكمة فيه ناس بتستنى طلاق ممكن تحصل على الطلاق او فيه ناس فعلا فيه مشروع الطلاق عم تحصل على حقوقها الاولاد عم يكون معاكم يعني فيه حقوق معينة مادية ومعنوية رح تحصلوا عليها في هاي المحكمة لكن المحكمة ظهرت اكتر من مرة فيه عندكم امور قانونية معلقة لها فترة ورح تنتهي على خير في هاي الفترة رح يصير فيه جستس ورح تاخدوه اه اللي هو حقكم خلينا نقول اه تبدو من بعدها بداية جديدة مع الحب الحقيقي اللي قلت لكم عنه ففيه التقاء مع شخص فيه عزيز عليكم اه فيه بداية جديدة للكم من بعد زعل يمكن من بعد فراء من بعد امور سلبية صارت انظلمت فيها الحق رح يرجع لك بعدين رح تلتأو وكأنه اذا انت انظلمت فالطرف الآخر رح اول شي تاخد منه حقك بعدين تبدو بداية جديدة او تبدو بداية جديدة مع الحب الحقيقي تبعك اه ولكن هذا شخص موجود يعني موجود في حياتك له فترة طويلة مش مش شخص جديد او معجب او خلينا نقول لا شايف بالنسبة للعزاب فيه ممكن يكون شخص معجب من برج مائي اه على اغلب او ناري ولكن هذا الشخص نكون شوي حذرين لانه شايف عنده علاقات شايف فيه عنده امور طبابية نكون اذا اذا في منكم حابب انه يدخل علاقة هاي الفترة او يعني يكون حذر هاي الفترة لانه برج الاسد هاي الفترة ممكن تتعرضوا لناس اما نصب اما بالعلاقات العاطفية ممكن يكونوا يعني لعوب شخص لعوب فبس ننتبه لهذا الموضوع ولكن شايف فيه عندك عدالة في موضوع كنت استناء لك فترة طويلة رح تحصل عليه في هاي الفترة شايف سفر اما للعمل او للهجرة فيه شخص كبير بالسن وعدكم في عمل معين في فرصة عمل عم بشوفوا بيساعدكم فعلا وعم بيشتغل في الموضوع هذا الشخص واصل هذا الشخص مسؤول فعلا عم بيرتبلكم الامور وعم بيساعدكم ايد بايد مع بعض ممكن تكون احد افراد الاسرة عنده طاقة صلبية معينة هاي الطاقة الصلبية عم بتأثر على البيت كله يمكن او اه هو بالذات عم بيكون حتى مش بس تعبان نفسيا عم بيكون الطاقة الصلبية مسيطرة عليه طبعا انا بحكي طاقة صلبية يعني اه ممكن تكون حسد عين سحر اي شيء ولكن هذا شخص من افراد عائلتكم عم بتعرض او شو ممكن يكون الشريك اه عم بتعرض لهاي الطاقة الصلبية ولكن هاي الطاقة الصلبية عم توصلك حتى انت وانت عم بتتأثر فيها فندير بالنا من هادا الموضوع نشوف العاطفة بشكل سريع مختصر لبرج الاسد شهر اكتوبر على الناس المنفصلين خلينا نبلش حبايزي المنفصلين لانه مكتار اغلب اللي بيشاهدوا القناة منفصلين بالنسبة للمنفصلين حبايبي خاصة اذا كان الشريك من طاقة نارية او ترابية او مائية فهو حيرجع هذا الشهر ولكن رجع خلينا نقول مش صافي كتير من ناحيتك انت انت رح تقبل شايفيتك انتو السنين مقبلين على بعض بخطوات بطيئة لا هو راجع يعني بعاصفة راجع بخلينا نقول بمشاكل رح كتير تتعاركه او يمكن تفتحه مواضيع قديمة ترجع وتزعله مع بعض ولكن في رجوع هذا الشهر في رجوع من الطرف الاخر ممكن يكون القراءات عكسية ممكن تكون حبايبي قراءة عامة شايفي من بعد ما تصير هاي المناوشات او هاي الامور من بعد الرجوع شايفي الامور رح تصفى بيناتكم خاصة اذا كنتوا كمان متزوجين لانه شايفي هون طاقة متزوجين رح تصفى الامور رح يصير فيه صلح للناس المطلقين فيه فرصة كبيرة لانه يصير فيه حكي لانه لازمكم حكي يعني الطاقة اللي شايفيتها قدامي انه تنين كان فيه بناتهم كتير مشاكل اللي هو حكي كتير طالع نازل فيه حكي جارح كان في الموضوع فوقت ما يصير الرجوع انا شايفه برضو رح تصير فيه مناكفات اللي اخذوا عاطة كتير عبين ما تروءوا الامور وتصير مثل هيك برضو شايفيتك بهذا الموضوع يا اسد عم تاخد حقك عم يوصلك حقك لحد عندك وعم تتحقق العدالة شايف هذا الموضوع جدي مش موضوع يعني علاقة مؤقتة او كذا شايف الموضوع مستمر معاكم او الحب والعطاء رح يكون في العلاقة مستمر اكتر يعني اكتر من كرتين او ثلاث فيهم استمرارية في العلاقة مش مش علاقة مؤقتة خلينا نحكي نسبة للاشخاص العزاب او المطلقين او الارامل فيه فرصة حلوة هاي الفترة شايف الطاقة عم تنتد شوي لنوفمبر فيه ممكن ان يكون زواج ولكن زواج تقليدي شايفيتك انت ما بتحب التقليدي شايفيتك بتحب شوي انه يكون فيه تعارف او فيه قبل الزواج ولكن شايف فيه فرصة زواج تقليدي نوعا ما من شخص متقارب معاكم شخص بتعرفوه لكن ما يعني ما يعني ما تهيئ لكم انه هاد الشخص رح يتقدم او كذا شخص انتو بتعرفوه يمكن صديق يمكن من صداقة تتحول لزواج او لعرض للزواج هاد الشخص ممكن تكون طاقة نارية او ترابية اذا ورق بالمجمل حلو خلينا نشوف تحذير او ممكن ما يكون تحذير ماما يعني بس وهذا الورق ورق تحذير لشهر other probably او افتح 44 ما depois اس حتى او خلينا제를iate pakّش تحذير لشخص مكنو فيقي